السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم والجزء رقم 22 من الشابطة الثامن بيتكلم عن آخر نوع من أنواع الـ Graffiti Iron and Alloy Casting Iron هذا النوع في الحقيقة اللي هو آخر نوع من أنواع من أنواع الـ Cast Iron واسمه Compacted Graphite اللي بيحصل فيه هو آرض a type of the Cast Iron having properties between that of Flex and the Neudeler Cast Iron يعني هو هنا عنده صفات بين الفلكس وبين الـ Neudeler Cast Iron احنا قلنا أن Neudeler بيحسن بيحسن المachinability وفي نفس الوقت Hard تعالوا نشوف هو وصل لفين They are of interest because of the useful combination of strengths and thermal conductivity and other property وبالتالي بيبعا عنده combination أو توافق من الخواص ذلك strength and thermal conductivity وصفات أخرى زير production requires control similar to this applied to the manufacture of Dactyl Cast Iron برضو عملية تصنيعه محتاجة في الحقيقة نوع من أنواع الـ Control زي اللي بتحسر في Dactyl Cast Iron لأنني خد بالك في نقطة أنني محتاج هنا أنني أعمل برضو تقريبا يبقى فيه شوية Neudeler زي ما أنت شايف ولا حد ما بينك أنه فيه برضو شوية فليكس لأنه هو جامع باللتنين عشان كده زي ما هو بين في المايكرو سراكشور بتاعه It is recommended to add high efficiency inclusion for production of graphite of carbon graphite of compacted graphite ions higher level of inclusion addition results in a fine distribution of a compacted graphite so casting and the least sensitive to carbide formation في الحقيقة يجب أن نحن هنا نكون حرصين على عملية ايه أو يوصى بأنه فيه efficiency عالية تكون the inclusion of production علشان of compacted graphite higher علشان إحنا نقدر نتحكم فيه عملية الايه distribution بتاع الايه بتاع الفيني بيكون فيه توزيع زي ما احنا شايفين وبالتالي ده هيؤدي إلى صفات يعني كبيرة ويقلل من عملية حساسية الايه تكوين الايه الكربايد formation اشتركوا في القناة